السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطعمة مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد ووصفة اليوم ان شاء الله عبارة عن بريوش هش طريق ارتب قطني كيجيها اللي يستحق الجريبة وكيف ما كتلاحظوا معي فماشاء الله كيجي ارتبوا ايضا مفشفش اتمنى ان شاء الله هنا الاعجابكم فغد نحضروا معكم بطريقة جد سهلة بدون دلك او اي تعب ان شاء الله غد نحضروا معكم في الكاس دي الخلاط الكهربائي فما ترددوش تجربوا لانه فعلا كيجيها اللي يستحق الجريبة وكيف ما كتلاحظوا معي فهذا وشك النياء اللي كانت حصل علي للبريوش انا حضرتوا معكم طبيعي بدون اي حشوة وانتما كيبقى عندكم الاختيار ممكن تستعنوا بالشوكولاتة او للمربة او للكريمة تلحلواني كحشوة يعني حسب الرغبة ديالكم كيف يمكن لكم ايضا تحضروا لها دي الشكل والوقت اللي كتبهو تقدموه سواء في الفطر او لفي القوتي ركتعمروه بشي حاجة لجوبن او لكيف ما كتفضله فده باسم الله على بركتي الله غد نكون في حاجة للكاس ديال المولينكس يعني الكاس ديال الخلاط الكهربائي غد نضيف عليه ميتين وخمسين ميلي من الحليب اللي تيكون دافئ يعني ارابعة ديال الحليب وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية اي الخميرة ديال العجينة وثلاث ملاعق كبار من السكر الخشن اي سكر سنيده بالنسبة للحلاوة فكتجي معقولة في حدود المعقول يعني الحلاوة هي هديك مضبوطة وايضا غنضيف جوج خنيشات من سكر مناسة بالفانيليا وانتو مرع النسمة او لانك فكتبقى حسب الاختيار ديالكم كنضيف ايضا قبيصة صغيرة من الملح وبيضتان كناخد بيضة كان ضيفة كلها في الخلط الكهربائي يعني بيضة كاملة وعادة بايش من بعد كان ضيف بيض بيضة كاملة وبالنسبة للصفار فكان احتفظ به حتى الاخير باش ندهن به الوجه ديال بريوش وبالنسبة لدك صفر ديال البيض او للمح ديال البيض فما تخليوش هاكدك لانا يلا خليتو يعني فهديك الاني اللي هتحتفظو بيه فاحت ترجعو لي من يتبغيو الدهنو البريوش ديالكم فاحتلقاو تكونت الفوقة ديالو واحد القشرة قاسحة التفادي هاد القشرة اللي كتكون من الفوقة فكتضيفو بضع قطارات من الخل البيض وكتطربوهم مع بعضيتهم جيدا عادة بايش كتحتفظو بذك الصفر ديال البيض جانبا حتى ترجعو ليه من بعد ميماني اي حاجة ولو تكونوا بسيطة فكنحاول نتشاركها يعني معاكم بشكل ده تتعمل فائدة اكتر هنا يعندي نصف كيلو من الدقيق الابيض المخصص للحلويات عدقيق الفورست نصف كيلو يعني 500 جرام مضبوطة كناخد منها اربع ملاعق قبر كيكونوا مملوئين كنضيفهم على ذاك الخليط اللي في الخلط الكهربائي ومن بعد كنحاول نطحن هاد المكونات جيدا مع بعضياتها منزوج 3 دقايق الميم لمدة فكتختلف على يعني على حسب القوة ديال الميكسور اللي عندكم الميم انتوما باش كتعرفوا بان الخليط ديالكم صبح جاهز فانفوا كتتعريوا علي ذاك الغلاقة كيباليكم الفوقات تكونوا واحد الفقاعات من الاعلى فهذه يعني ذاكي ذاك تعطيكم بان نرى الخليط ديالكم تخلط جيدا وكتكتافيوا من التطريب المتواصل فكي تكونوا فقاعات على هاد الشكل هناك يدل على ان كل المكونات اتفعلت مع بعضياتها وذك الخامرة ايضا يعني اعطت ذاك ذاك التفاعل للاختمار دياله مع كل المكونات سوف يكن صب الخليط في واحد الطاصة على هاد الشكل ونبل استعانة بواحد سباتيول او لملعقة خاشبية لحسب المتوفر هي اللي غادي نجمع بها الخليط ديال العجين ديالي فما كنحتاجوش ندل قاع باليد في هاد المرحلة ومن بالنسبة لذاك الخليط الكمية ديال الدقيقة اللي تبقت عندي فكن نقسمها الى دفوعات كيف يمكن لكم ايضا ندفوها دفعتين واحدة وتخلطوا الخليط ديالكم مثلا الى عجنتو في العجانة الكاربائية فكتضيفوا كله يعني بدقة ما تخافوا تاشي حاجة لان هاد المقادر مضبوطة والعجينة اللي كانت تحصلوا عليها غالبا كتكون خفيفة كتلتسق باليدين يعني ما تخافوا تاشي حاجة فكن يعني يعني لاش انا كن اكد لكم هاد الهضراء لان هاد العجينة تقريبا يلي معتمدة عندي في البريوش فدائما القوام دياله كي يجي خفيف على هاد الشكلية في غير تكونوا ضابطين المقاييس ديال المكونات ديالكم هناك نوضع العجين ديال على سطح العمل وكيف ما كتلاحظوا معي فالقوام ديال العجينة كيلتسق باليدين يعني كتكون خفيفة هناك نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة اللي ضروري تكون مدرجة حرارة المطبخ باش هكذا كتعاوننا نخدموها مع العجين انا خدمت بزبدة نباتية ولا كنت مطفرة عندكم زبدة ديال العبار يعني حيوانية يكون احسن مهم حسب المتوفر انا خدمت غيب زبدة ديال البواطة هناك نحاول اندمجها ديك الزبدة مع العجين ديال البريوشة وكنا بدوك نخبطوها على سطح العمل كيف ما كنتلاحظوا معي تقريبا بحل الشكل ديال السفنجة صافي يعني واحد دقيقة زوج دقيقة لكتندمجنا كل مكونات مع بعضياتها هناك نجيب واحد طاصة اللي كنوضع عليها بضعة قطرات من الزيت النباتية وعادة باش بالاستعانة بعد الادات كان نبدأ انهز العجين ديالي وكان وضعها في ديك الطاصة وكما كيتتضح لكم يعني بوضوح فالعجين ديال البريوشة كيكون خفيف على هاد الشكل فكلما كانت العجينة خفيفة كلما كان يجيكم البريوشة ديالكم مناجح وخفيفوا ايضا فش 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 فكان مقام استمر على هاد المينوال ومن بعد كنحاول يعني نجمع هذيك يعني بليادين ديالي بحلا كندهنوا هذيك العجين كامل ها بالزيت وعادة باش كنغطو على بلاستيك غدائي ملاحظة انا نخدمتها معاكم يعني تعمت نخدمها معاكم بلاستيك غدائي لانني دائما كنخدم معاكم العجين ديال البريوش بواطا فماشي ضروري تكون بواطا واذا كانت بواطا يكون احسن اعلاش لانني كنوضعو فالعجين وكنقفلو علان زيان فذيك العجين ديالنا كتزمت جيدا وبسرعة كتختامر وانا ما كان شو يمكن لكم تخدموا بعض طريقة كيف يمكن لكم ايضا تستعنوا بالكوكوت يعني من بعد ما كتعجدون عجينة ديالكم كتوضوها في الكوكوت كتسدوها وكتخليوها جانيبا حتى كيتضاعف الحجم دياله وكتختامر هنا يا صافي هذي نغطيه على العجينة تقريبا واحد نصاعة ديبرا فكيف ما كتعرفوا للجو السخون يعني الصيف فمن بعد ما كيتضاعف الحجم دياله على هذي الشكل يعني كتعرفوا بانها راها اختامرت ورتحت جيدا كان دهنو اليدين ديالنا بالقليل من الزيت النباتية وكان خرجوا هذيك النسبة ديال الهواء اللي تكونت عندنا بفعل اختمار الوسط ديال العجينة صافي ومن بعد كان مبدو نشكلوها اقراس او لا كويرات صغيرة وكان وضعوا كل كويرا في يعني اللي خدمناها كان وضعها فلاطة اللي كتكون كنكونوا نفرشي لورقة الزبدة فالبريوش ضروري تخدموها كده بورقة الزبدة ماشي ضروري وانا ميلا كان ورقة الزبدة كيكون احسن او لا كتخدموه فلاطة اللي كتكونوا دهنينها جيدا بزيت نباتي ورشتن على شو تعد دقيق باش كده كتتفادوا بانا ديك البريوش يلتق لكم فلاطة وبالنسبة للحجم ديال البريوش وكيبقى عندكم ميزانكم يعني انا كنخدم غالبا نصف كيلو ديال ديال دقيق يعني هاد الكمية اللي كنخدم ديال البريوش فغالبا كتخرج لي عشرات الحبات يعني غير بعيني ميزاني وبلا ما نعبروهم في الاخر كنلقى بانا يعني خرجت لي عشرات الحبات اللي كيكون الحجم ديالهم متوسط يعني حجم معقول يعني كييجوا في الحطة باينين يعني معمرين اللي عن كيف متنقولو يلا بغتو تخدمو مشوية صغر فكيبقى حاسب الرغبا والاختيار ديالكم فيمكن لكم تخرجوا منهم الثلاثناشة او الثلاثناشة الحبات من اللي بريوش المهم انتو مالقياس عندكم ميزانكم صافي مني كنكونهم كاملهم على هاد الشكل كنحاول غير شوية كنضغط بالاصابع ديال يعني كتضغطوا شوية 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 ماشي بزا ماشي كتقرصوما انما غير القياس وصافي كما كيبال لكم على الفيديو صافي حتى كنكمل كمي اللي عندي كاملة من بعد وصلت علي ذا كنغطيع لهم واحد المين ديال وقد خليهم حتى كيختمر للمره الثانية فمن بين اسرى لنجاح البريوش وأنا العجينة تكون خفيفة وايضا تخليوا البريوش ديالكم يختمر يعني لوقت الكافي للمرة اللوله وايضا للمرة الثانية فيعني البريوش غير استخาก في ذا مرات الكافيImحيت ويختمر للمدر الكافي من بعد ما كيرتح لي نوع كي يخمر المرة الاخيرة كندهنوا الوجه ديال البريوش غير جميéta de jojo Idag احتفنا بها في الاول ومن بعد قليل من الزنجلان اي السمسيم او لأي حبوب مطفرة عندكم وكتفض لون تماما فهذا الاتناء اللي انا راني كان دهن في البريوش وكان زينه بالزنجلان فالفران راه سخون مسبقا شعر علي من فوقه من التحت كان دخليه اللاطا وكان خليها حتى ياخدون ذاك اللون الذهبي من الفوق ايضا من التحت وعادة باش كان دخليه اللاطا كي طيبو لنا ذاك اللي حبات دياله بريوش وهدي نتيجة النهائية اللي كانت تحصل عليها فاكي يجيب بريوش هائل يسطح قد جريبا فش فش وايضا ارتب كتقدموها هكذا في الفطور او لا في القوتي مع المرافقات دياله مثلا الجبن او المربة ميما ولا الشوكولاتة حسب الرغبة ديالكم وشكة فطلونت وموليداتكم كانت من ان شاء الله وصفة اليوم تنال اعجابكم اتجربوها اترد دعي الخبر بلي كان كنقول لكم اسلام عليكم وفي امان الله لحلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة